نحن اليوم مين وصلنا على مواجه مع العالم العربي حزب الله مين وجهنا لوضع لبنان تحت عملية انه تهريب المخدرات وتهريب السلاح حزب الله يعني اليوم خلينا يكون واقعين بعرف انه في عالم ما بيحبوا يسمعوها بس بدي سأليك سؤال بس هيدي مش وقعية! لا 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 ما في شي مهرب الى عن طريق حزب الله خليه سألي سألي مع أمام طليع دخليك الأمير السعودي من الحبس ولا بعد من سلم والابداع على الأمير السعودي مع لأنه ما معرف عالفة آذر عم يتعاملوا مع حزب الله برأيك؟ بالتهريب مفي شي اسمه. في كثير عائلات تاريخي المعروفة أي أنت كل القواعف. لما بدي صدر بدي صدر غمان من بيروت وطالعين من البور او من المطار. وشهادة المنشأ من لبنان ما بود يكون اليابان يعني التي طالها لها شهادة منشأ لبنان كانت واضحة ووقته والعلاقات بالسوريا والعلاقات اليوم لما عمل جامحة والنهي حتى اللي بيطلع في قلو من يستلم هناك وفي قلو عميل هناك أنا عم بطلع أبلدي أنا لما بيجي طلب شهادة منشأ إنتي لما بتهربي بلى شهادة منشأ يفهم منطقي كلها تحكيها هربو عن طريق البور هربو عن طريق المطار شهادة المنشأ كانت مزورت ما عملنا تحقيقات طويلة عريض عليها أنا اليوم عم حط حالي بالطرف الثاني البلد الثاني لما بتطلع شهادة منشأ من لبنان ومختومة وبتطلع مزورة لها منها شغلة البلد الثاني شغلة الإدارة اللبنانية والسلطة في لبنان يضبطوا حالهم لما بيجي بالآخر أي سائح خليجي وبيتعرض لما يشاكل من المطار للأوتال تبعه من الأوتال تبعه لبرة هاي دي مسؤولية مين مين اللي معه صلاح اليوم بالبلد هلا فينا ندافع فينا ندافع عن حزب الله قد ما بدك أنا مقتنع أنه هو هيدا سبب المشكلة تبعنا لكن نحنا إذا ما قدرنا نشيل السرطان الأساسي من النظام اللبناني تنقدر بالآخر نرجع لبني علاقات طيبة فيها لسه ليك سؤال ما معرف كيف نعملها بأمريكا اللاتينية الميليشيا مسلحها كيتحامل المافيات كيتحامل الكارتلات نحن لدينا نفس الشيء وين في اليوم نحن لدينا بلد بالعالم في ميليشيا وحدة خارج منظومة الدولة يلي فعليا فيها تجيب استثمارات على البلد إذا أنت عم تقولي بدنا نبني بلد بدنا نبني بلد ونعرف شو المشاكل ونفكفق القنابل ممتاز خلينا نرجع إلى بيروت الثانية طيب جزء كمان من الناس اللي بتسميهم منهم معارضة حقيقية اليوم يوم بيروت للكل بيروت هي العاصمة ما في حدا بيحلل وبيحرم فيها يعني ما بيقدر فؤاد المخزومي يقل له لفؤاد السنيورة شو جاي تعمل بيروت بيروت العاصمة بيروت للكل ليش 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 جربت تحتكر بيروت ما بيحق له يعني الرئيس السنيورة أسألت لي سؤال لحجيه بك أنا بيروت عراس السطح ومتعصب بعراس السطح ولن أرضى إلا بحماية أهل بيروت من أهل بيروت يلي حابب يسمعني أهل أو سؤال للم حابب يسمعني خلي يدبر حاله اليوم بدي أسألك سؤال صيدة بقطر من حزب الله أكتر من بيروت ليه ما بينزل بالآخر بيفرشيني شو بدي يعمل بصيدة صيدة مسيطر علي حزب الله مئة مرة أكتر من بيروت شو عمل لصيدة تاني شي عمل نائب عمل وزير مالية تسع سنين عمل رئيس وزارة مرتين شو نعمل لبيروت بهالوقت زيرو أوكي لكن اليوم نحنا بالنسبة لإلنا هو حر نحنا حر نقول أهلا وسهلا فيك أو لا نحنا ممانعين ويترشح بس هيدا رأي الخاص بدنا بيروت ترجع قوي ما ترشح هو رشح أنت عم تسأليني عم بيدعم لائح أنا بالنسبة لإليه لما كان بدي يترشح وإنه له لأ نحنا بدنا الترشيح يكون من بيروت نحنا بالنسبة لإليه ميم ما بيجي بيجي بيقول أنتوا متعصب مية بالمية متعصب لبيروت أو مية بالمية متعصب لأنه هذا القانون بيجي برك تحمي طائفتك وتحمي الدائرة اللي أنت برشحها فيها النهار من فوت على المجلس ساعتها فينا نشغل لمصلحة البلد كلها بس لما بتجي بتقولي لي أنت مرشح عن المقعد السني ببيروت الثاني شو عم تقولي لي يعني أنت ما قلق محل تنزل محل تاني قليلي كم بيروت يترشح خارج بيروت كم بيروت يطلع على عكار كم بيروت يطلع على علبة كم بيروت ينزل على جنوب ما فيه لأنه بيرتي بالآخر قلبنا أهل كبير ونحنا أم الصبي ونحنا منفتحين لهلكل بس بدي أسألك بل إحنا نحن وين أي بيروت يقبل فيه بالخارج لكن اليوم هيدا عملية الانفتاح فيه ما نحن نص أهل بيروت بهالانفتاح صفوا عايشين برات بيروت وما يلوم محل ببيروت لكن هون صفوا أنه العملية نحن بدنا ناس يحموا مصالح أهل بيروت أولا بعدين يعدوا بشراكة كاملة مع البلد كله نحن لا عنا مشكلة لما مع المسلم ولا مع المسيحي بس لما بيجي بتطلع 11% فقط من أهل بيروت بالدولة لأنه سياسينهم ما بيحموهون اشتركوا في القناة